طلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار تقريرا من مدير معهد بحوث البترول المصري ياسر مصطفى حول أنشطة المعهد خلال شهر يونيو الماضي وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميا بلغ 16 بحثا وتم الإشراف على 17 رسالة دكتوراه وتسع عشرة رسالة ماجستير ولفت التقرير إلى مشاركة المعهد في فعاليات ورشة عمل بعنوان من أجل شراكة حقيقية بين البحث العلمي وقطع البترول والثروة المعدنية والتي نظمها مركز بحوث وتطوير الفلزات ضمن جهود المراكز البحثية لربط البحث العلمي بالصناعة